السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا جماعة مديني النهاردة انا جاي يجاب لهم كده مقالة نراها سوا هي مقالة جميلة جدا بالنسبة للناس اللي بتعني المشاكل في طفاليات وديدان في الأمعاء طبعا احنا عملنا حلقات من قبل بنتكلم عن الأدوية وازاي نعرف ان احنا عندنا ديدان في الأمعاء فارجعوا لحلقاتنا السابقة اللي بنتكلم فيها عن ديدان بس اكتب كده القضاء على الديدان بشكل نهائي مع الدكتور رحمد عطية دهشان هيجيلك الحلقة بتاعتنا فيها بقى بشكل مفصل زي نشخص حالة الديدان والأميبة وديدان الدبوسية وزي عرف والتحاليل وكل شيء بتعرفه لكن احنا فقط نتكلم عن غزاء نقدر نقول عليه ان هو يعتبر احنا متجهلينه اللي هو تناول الطمر على الريء تناول الطمر على الريء بيقضي على الديدان طبعا زي ما احنا عارفين ان الطمر ده جماعة طعام للأنبياء وطبعا زي ان هو الطعام بتنقدر نقول ان هو حاجة شهية كده ولذيذة لا تخلق منها يعني اي بيت زي ان هي بتعود علينا بالصحة بشكل عام والناس منذ القدم وعرف الناس منذ القدم ان تناول ان تناول الطمر على الريء جيد جدا للصحة والجسم ولكن لم يعلموا الاسباب الحقيقية لفائدة تناول الطمر على الريء والتي تتلخص في ما يلي تناول الطمر على الريء بيقضي على التفايليات ويقطر الدود كما انه مقوي للكبد وهو من اكثر الثمار تغذية للبد وقد اشار الباحثون الى ان الطمر الجاف بيحتوي على مواد كربوهايدراتية ودهون ومواد سكرية واملح معدنية وبيتامينات فيتامين اي وبيه واحد وبيه اتنين وفيتامين سي وغاني جدا بالحديد والفسفور والبوتاسيوم والكابريت والمنجنيز والنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والكلورين واوضح الباحثون ان تناول الطمر على الريء بيحافظ رطوبة العين وبرقها وبيمنع جحوزها وبيكافح الغشاوة وبيقوّل رؤية وأعصاب السمع وبيهد الأعصاب وبيحارب القلق العصبي وبينشط الغدى الدراقية وبيليل للأوعية الدموية وبيرطب الأمعاء وبينظف الكبد وبيغسل الكلة ومنقوع وبيفيد للسعال والالتهاب الشعبي والبلغم وبيعادل حموضة الدم اللي بتسبب حصوات الكلة والمرارة والنقرس والبوسير والتفاعلات الدم علشان كده أنا بنصح للناس وهتلاقوا أنظمة كتير جدا بالنسبة للناس اللي بتجيلنا ونعملها أنظمة جزائية مختلفة هتلاقوا التمر على الريء زائد شرب الماء على الريء يعتبر من ضمن الحاجات اللي بنوصي بها لفئة ليست قليلة وليست لكل الناس لكن ليست قليلة لأن بالفعل التمر على الريء ودائما نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تصبح بسبعة أمرات لم يصبه سم ولا سحرك شكرا لكم خشوا على القناة بتاعتنا وشوفوا فيديوهات تانية إن شاء الله لب العالمين تجدوا أشياء كثيرة تنبسطوا منها ويا رب لو أنت وصلت لحد هنا تشجيعا لينا تضغطوا لايك تشاركوا الفيديو مع حبيكم وصحابكم فدال على الخير كفاعله وبنأكد عليكم لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودائما وأبدا لا تنسوا مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم شكرا لكم كان معكم دكتور أحمد عطية دهشان طبيب تغزية في تركيا دمتم بصحة وعافية مع السلام باي باي